بسم الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بسم الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته بسم الله ورحمة الله وبركاته بسم الله وبركاته بسم الله وبركاته بسم الله وبركاته هنا بقى محتاج ايه ايمان منفعش واحد يجي يقول الخبز دول ما ينفعش تحول جسد والخنه دي منفعش تحول دم ازاينا بيحصل بسم الله وبركاته بسم الله وبركاته نحن نقبل ان هذا الخبز وهذا الكأس بعد التقديس لا يصير خبزا عاديا ولكنه دم المسيح ازاي بطريقة سرية يعني انا لما اخد كده الخبز دوت بعد التقديس وحلله لا فيه ضوافر وشعر واسنانه لا هذا كلام بيخضع الإيمان للعلم وده بالصح لو حطيت الإيمان تحت المعمق تحت المكريسكوب ما بقاش إيمان ما بقاش إيمان فمنفعش وحلل السر ولكن هذا الأمر بيحصل بطريقة سرية سميه سرائرية ميستيكا ميستريون ميستريون يعني سر فهذا الأمر سري يتم بطريقة إعجازية بحلول الروح الكدس على الأسرار فتتحول طيب واحد يقدر يسأل سؤال يقول يعني المسيح قال اصنعه هذا لذكري يعني ذكرة وفيه كنايسة اعتمدت عن قادي وقالت أنا مش جسد حقيقي ومش دام الحقيقي طبعا الرد المعروف المسيح قال جسدي مأكم ودامي مشهر حق يعني حقيقي يعني ما هوش صورة ولا رمز ولا حالة ومع هذا فيه إجابة حلوة واحفظوها الذكرة ما معنا الذكرة فيه ثلاث أنواع من الذكرة ثلاث حاجات من الذكرة ذكرة عقلي ومتكتب في التاريخ نسميها ذكرة تاريخية موجودة في التاريخ وذكرة أثارية حد يصير أثر من الأثار تبقى ذكرة وذكرة عينية يعني عينية يعني من ذات الشيء نفسه الزكرة التاريخية وذكرة أثارية وذكرة أثارية وذكرة عينية من ذات الشيء نفسه الزكرة التاريخية كتاب المقدس في مسيح سابلنا ثلاث ذكريات لكي نوضح ذكرة التاريخية التاريخ الإسري أي تاريخ أمم تاريخ شعوب تاريخ حياة إنسان السيرة الذاتية الشخص والذكرة الأثارية زي عندنا في مصر كده ما بتيجوا تزورونا في مصر تتفرجوا على المهرمات تتفرجوا على جنهول للأثار كلها وفي مصر تلاقي الحاجتين يعني مثلا نلاقي المثالات تبقى عبارة عن ذكرة أثارية ومكتوب عليها التاريخ فذكرة أثارية وتاريخية تمام؟ طب المسيح سابلنا ثلاث أنواع دول ذكرة العينية برضو عشان ندي قرينا ذكرة العينية زي في العهد القديم فاكرين المن لما نزل من السماء ربنا قال للموسى قد شوية من المن وضعهم في قسط ذهبي وتأخذ القسط الذهبي وتأخذه في ثابوت العهد أو المن في القسط الذهبي غير المن الذي نزل من السماء أو أنه هو هو يبقى من ذات الشيء عينيه المسيح ساب لنا ثلاث ذكريات ساب لنا ذكرة تاريخية ولما ساب شيء فين؟ لأنجيل الكتاب المقدس لما نقرأ لأنجيل حياة يسوع المسيح هو مكتوب كده وبعض المعكزات اللي عملها مش كده يوحنا الإنجلي قال كده الأعمال اللي عملها لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن تسع العالم الكتب المكتوبة حاجات كتير جيدة للعملها المسيح لكن كدب ايه؟ فذكرة تاريخية كدبت لنا عن المسيح طب فيه ذكرة أسارية ها؟ عندكم جنبيكو إيطاليا ها؟ ترينه كيف ترينه؟ طيب والقابر فخشارين والقابر الفارق واللي بروح يزوره يقدسه ويأخذوا بركة الأمكان المقدسة كلها إذا ساب لنا ذكرة تاريخية وذكرة أسارية طب الزكرة العينية جسد الجمع هو عمل في يوم خميس العهد وسب لنا الذكرة دائمة معانا هيا نفس الشيء ما صنعوا المسيح في خميس العهد نصنعه كل يوم على المسيح إيبا محدش يبا اليوم دا ذكرة يعني حاجة كده ايه عشان نفتكر المسيح به لا دا هو ونفسه بذاته موجود معانا كل يوم على المسيح بجاسبه ودمره ونالتحبه ربنا يثبتنا في هذا الإيمان يعطينا إيمان ثابت غير متزعزع ونستطيع أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا ونحن نفتح بذلك ونحن نفتح بذلك ترجمة نانسي قنقر